لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بكم عزيزي مشهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل العقل وعنوان حلقتنا النهاردة الكتاب والسنة كفر وضلال عند ابن حجر وقبل ما نبدأ موضوع حلقة النهاردة هنشرح النقطة مهمة جدا وإلي من خلالها هنبدأ في موضوع الحلقة وهفكركم باللي قلناه في حلقة رقم 47 عن التأويل والتفويد وإزاي ابن حجر كان بيقول في صحيح البخير كتاب التهجد باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل يقول كده قال الحفظ ابن حجر رحمه الله وقال ابن العربي حقي عن المبتدع رد هذه الأحاديث وعن السلف امرارها وعن قوم تأوي لها وبهي أقول يعني ابن حجر بيأول لما يكون المخرج هو التأويل بعد كده نقلنا في صحيح البخير كتاب تفسير القرآن سورة الزمر باب قوله وما قدر الله حق قدره قال الحفظ ابن حجر والأولى في هذه الأشياء الكفة عن التأويل مع اعتقاد التنزيح ونقلنا شرح الشيخ البراق لكلام ده الشيخ البراق قال وقوله والأولى في هذه الأشياء الكفة عن التأويل إلى آخر الكلام وإن أرادنا في حقائقها مع تفويد مع معاني ما ورد في النصوص من ذلك فيكون مرادا بهذا القول ترجح طريقة التفويد على طريقة التأويل وكلاهما باطل لأن مبنى هما على نفي حقائق هذه الاستفاد وهو مسهب المعطلة من الجهمية والمعتذلة يعني ابن حجر في الآخر بيقول التفويد هو الراجح وقبل كده كان بيقول التأويل به أقول وفي الحقيقة إن ابن حجر كان بيقول حاجة واحدة يعني زي العملة بوشين الوش الأول التأويل والتاني التفويد الوش الأول التأويل والتاني التفويد وبرده في وشوش كتير غيرهم المهم إنهم وشوش كتيرة لعملة واحدة اللي هي العقل لأن بالعقل أول وبرده بالعقل فوض وهنعرف كمان وشوش كتير لنفس العملة اللي هو العقل وعشان نتأكد مني الكلام ده خلينا نروح نشوف منهج الأشعارة في العقيدة سفر الحوالي بيقول كده مصدر التلقي عند الأشعارة هو العقل وقد صرح الجويني والرازي والبغدادي والغزالي والآمدي والإيجي وابن فورك والسنوسي وشراح الجوهرة وسائر أممتهم بتقديم العقل على النقل على التعرض وعلى هذا جرى المعاصرون منهم ومن هؤلاء السابقين من صرح بأن الأخذ بظواهر كتاب والسنة أصل من أصول الكفر وبعضهم خفافها فقال هو أصل الضلالة يعني الأشعارة وطبعا ابن حجر واحد منهم لما يكون النقل والعقل ماشيين مع بعض في خط واحد بياخدوا النقل مش لأن النقل مقدم على العقل ولكن طالما أن العقل ماشي مع النقل بيكون للنقل قيمة عندهم لأنه بيوافق العقل لكن أول ما يخالف النقل العقل يقدموا العقل ومش كده وبس لأ ده فيه حاجة تانية تعتبر مفاجأة نشوف مع بعض إيه هي المفاجأة دي خلينا نعيد الكلام من نفس المرجع بيقول وعلى هذا جرى المعاصرون منهم ومن هؤلاء السابقين من صرح بأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر وبعضهم خفافها فقال هو أصل الضلالة يعني اللي بيقول قال الله قال رسوله يعني النقل قبل العقل بيقول إن ده أصل الكفر أو أصل الضلالة يعني من الآخر كده ابن حجر والأشاعرة بيكفروا أهل السنة مش بيكفروا مبس لأ ده بيقول إنهم أصل الضلالة كمان وبيعلق صاحب كتاب منهج الأشاعرة في العقيدة وبيقول وأصل البلاء في هذه المسألة ونحوها هو الإصابة بعدوة الفلسفة الوسنية الإغرقية التي ترجمت زمن المأمون ومن بعده والتي تنكر الوحي وتجعل العقل هو وحده الحكم والمعيار ومصدر التلقي في كل شيء وكان مسهف فلاسفتها إخضاع المعتقدة والأديان كلها للنظر العقلي يعني في الحقيقة إن مصدر التلقي عند الأشاعر أصله مأخوذ من الفلسفة الوسنية الإغرقية وهو اللي هو باختصار شديد العقل قبل النقل أو النقل خاضع للعقل يعني تخيل يا مسلم لو ابن حجر مثلا أيام الرسول كان يقول للرسول أي حاجة تقولها لازم تخضع لقلنا ويرده كلامه ويقول أنت أصل الضلالة وأصل الكفر خلينا كمان نعيد المرجع اللي قدمناه مرة تانية علشان نتأكد إن مصدر التلقي عند الأشاعر هو العقل منهج الأشاعر في العقيدة سفر الحوالي بيقول مصدر التلقي عند الأشاعر هو العقل وقد صرح الجويني والرازي والبغدادي والغزالي والآميدي والإيجي وبنفورك والسنوسي وشراح الجوهرة وسائر أأمتهم بتقديم العقل على النقل عند التعرض والسؤال هل ابن حجر والأشاعر التزم بالكلام ده؟ ولا برضو هل يتفاجئ بأن ابن حجر متناقض برضو في النقطة دي زي ما نقلنا قبل كده تناقضه في التأويل اللي قال وبها أقوله بعدها راح للتفويد اللي هو عكس التأويل يعني هل ابن حجر هيقول النقل قبل العقل ويكون بكده متناقض مع أول مصدر من مصادر التلقي عنده خلينا نشوف مع بعض إزاي هو متناقض في موضوع اسمه التحسين والتقبيح خلينا نشرح لكم في الحلقة دي والحلقات الجاية عن التحسين والتقبيح أول مرجع بنشوفه في الموضوع الكويتية التحسين والتقبيح يطلقان بسلاسة اعتبارات الاعتبار الأول ملاءمة الطبع ومنفرته كقولنا ريح الورد حسن وريح الجيفة قبيح يعني التحسين والتقبيح الاعتبار الأول نشوف اللي بيلقم طبعنا ولا طبعنا مش بيقبلو زي ريحة الورد كل الناس بتستحسنها وريحة الجيفة كل الناس بتنفر منها وتقبحها يعني ده الاعتبار الأول خلينا نشوف الاعتبار الثاني بيقول إيه والثاني باعتبار صفة كمال أو صفة نقص كقولنا العلم حسن والجهل قبيح وهزان النوعان مصدرهما العقل من غير توقف على الشعر لا يعلم في ذلك خلاف طبعا الحاجات اللي مفهاش خلاف عليها زي العلم كل الناس تقول عليه حسن والجهل كل الناس تقول عليه قبيح ودي بيسميها صفة الكمال أو صفة نقص ونشوف الاعتبار الثالث والثالث بيقولنا كده باعتبار الثواب ولا يقاب الشرعيين وهذا قد اختلف فيه فذهب الأشعر إلى أن مصدره الشرع والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم الأعتبار الثالث ده اختلفوا فيه أهل السنة مع الأشعر الأشعر قالوا أن السواب والعقاب الشرعيين مصدرهم الشرع فقط والعقل لا يحسن ولا يقبح ولا يحلل ولا يحرم يعني المصدر التلقي عند الأشعر هو العقل لكن عند التحسين والتقبيح الشرعيين قالوا لا مصدرهم الشرع فقط والعقل لا يحسن ولا يقبح وهنوضح كلام ده أكتر التحسين والتقبيح هم معنى ملقمة الطبع يعني هنا بيكون بالفترة أو بالعقل أي إنسان بتعجبه الحاجة الطيبة سواء كان بالشكل أو اللون أو الريحة أو الطعم وأي إنسان بيكره أو مش بتعجبه الريحة الوحشة الشكل القبيح الطعم السيء وبرضه أي إنسان يتمنى أن الناس تسق فيه ويتقول عليه صادق لأنه صدق صفات كمية لقو فيه وفي نفس الوقت الإنسان بيكره أن الناس تكدبه وتقول عنه أنه كدب لأن الكسب صفات نقصة لكن الأشعارة بيقولوا لا كلام ده مش صحيح لأن الصدق بدون نقل ما نعرفش أنه حسن أو قبيح والكسب برضو بدون نقل ما نعرفش أنه هو حسن أو قبيح وكلام ده بيوضحي ابن تايمية أكتر خيرا نشوف المرجع قال الشيخ الإسلامي ابن تايمية اللي عم يقول أحد من سلف الأمة وأئمتها أن العقل لا يحسن ولا يقبح أو أنه لا يعلم بالعقل حسن فعل ولا قبحه بل العقل يحسن ويقبح فالصدق حسن والكسب قبيح وهذا يعلم بالعقل لكن لابد بنشر المعرفة قبح وحسن بعض الأفعال والتصرفات ابن تايمية قال ما فيش حد من سلف الأمة ولا أئمتها قال أن العقل لا يحسن ولا يقبح أو أن العقل ما يعرفش يميز الأفعال الحسنة من القبيح بل العقل يحسن ويقبح وعطونا مثل أن الصدق حسن والكسب قبيح وده العقل بيعرفه لكن كمان لابد من الشرع لما عرفة قبح وحسن بعض الأفعال والتصرفات ودلوقتي أنا هعمل ملخص لحلقة النهاردة إحنا نهاردة تكلمنا أو شفنا ابن حجر وهو بيقول بالتأويل وكمان بيقول بالتفويد وإنت التأويل والتفويد هم واجهين لعملة واحدة اللي معناه في الآخر نفي الصفة وشفنا كمان أن مصدر التلقي عند الأشعارة هو العقل يعني يقدموا العقل على النقل في حالة تعرض النقل مع العقل يقدموا العقل وفي حالة توافق النقل مع العقل ياخدوا بالنقل وبعدين اتكلمنا عن التحسين والتقبيح إن فيه ثلاث أتبارات بيتخذ بيهم تحسين الأشياء وتقبيح أو الاعتبار اللي يلقم طبعينها زي ريحة الورد كل الناس بتستحسنها ورحة الجيفة كل الناس بتستنفر منها وتقبيحها الأتبار الثاني بيأتبار صفة كمال أو صفة نقف زي ما بنقول العلم حسن والجهل قبيح والأتبارين دول مصدرهم العقل من غير توقف على الشارع ما حدش اختلف فيهم الاعتبار الثالث اللي اختلفوا فيه هو باعتبار السواب والعقاب الشرعيين ويقول لنا كده وهذا قد اختلف فيه أهل السنة والأشعارة أو اختلف فيه أهل السنة والأشفاء ذهب الأشعارة إلى أن مصدر الشرع إلى أن مصدره الشرع والعقل لا يحسد ولا يقبح ولا يجيب ولا يحرم عشان نعرف كلام ابن حجر في التحسن والتقبيح ونسبة أنه فعلا أنه متنقض مع أهم مصدر من مصدر التلقي عنده وهو العقل تبعوني الحلقة الجاية والتقبيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل أحبا نقبل بعقل وأن يرد بعقل وأن ينكر بعقل يبقى الجنة يبقى والعوبة بين حقل المساعد